بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث من التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء تتضمن الحلقة النهاردة مراجعة عامة على ما سبق دراساته أول سؤال هيقابلنا النهاردة إن شاء الله في المراجعة العامة هو أكتب المصطلح العلم سؤال أولاني أكتب المصطلح العلم أول نقطة العدد الكلي لخطوط الفيض التي تمر عموديا بمساحة معين العدد الكلي لخطوط الفيض التي تمر عموديا بمساحة معين طالب ما نقال للعدد الكلي خطوط الفيض يبقى هو ده الفيض المغناطيسي لو ما وجدش كلمة الكلي وقال عدد خطوط الفيض التي تمر عموديا بوحدة المساحات هتبقى كسافة الفيض المغناطيسي نقطة تانية الحيز أو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربية من جميع الجهات ويظهر فيها تأثير تلك الشحنة الحيز أو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربية من جميع الجهات ويظهر فيها تأثير تلك الشحنة ده قلنا المجال الكهرابي لشحنة يبقى الإجابة هو المجال الكهرابي لشحن النقطة الثالثة شد تيار الكهرابي المر فيه موصل عندما يكون معدل سريان كمية الكهربية خلال مقطع معين من هذا الموصل يساوي واحد كولوم لكل سنة قال لي شد تيار الكهرابي امتى لما يمر فيه كمية من الكهربية في سلك بمعدل واحد كولوم لكل سنة ده يبقى تعريف الأمبير النقطة اللي بعد كده مقلوب المقاومة النوعية للمادة ده تعريف التوصيلية الكهربية لهذه المد النقطة التي تنعدم عندها شدة المجال الكهرابي وهي نقطة التعدل عدد خطوط الفيض التي تمر عموديا في وحدة المساحات احنا قلنا في اول مصطلح قلنا هو العدد الكلي لخطوط الفيض التي تمر عموديا في المساحة معينة قلنا ده كان الفيض المغناطيسي هنا قال ايه عدد خطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا في وحدة المساحات يبقى ده تعريف كسافة الفيض المغناطيسي النسبة بين فرق الجهد الكهرابي الى شدة الطيور لو احنا حاولناها لرموز يعني كأنه بجيب النسبة بين في على اي ومن خلال قانون قوم هيبقى ده الار الار اليمين لها المقاومة الكهربائية نقطة الاخرى الشغل المبزول لنقل وحدة الشحنات الكهربائية مما لا نهاية الى تلك النقطة شغل يبقى جهد ولكن قال مما لا نهاية لتلك النقطة يبقى الجهد الكهرابي عنده نقطة النسبة بين الشحنة الكهربائية التي يحملها الموصل الى جهد هذا الموصل يعني النسبة بين الشحنة الى الكيو على الجهد اللي هو الفي اللي هو بيدينا السعة الكهربائية مقاومة موصل يسمح بمرور طيور شدته واحد امبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت قال لك مقاومة الموصل ده لما يمر فيه ترشد واحد امبير وفرق الجهد واحد فولت هيبقى كامل مقاومة بتاعته واحد على واحد فا واحد يعني كأن المقاومة ده او التعريف ده هو تعريف اللي هو الوحدة بتاعت المقاومة اللي هي الاو طيف يقابل اطوالا موجية محددة تميز العنصر المكون لمادة الهدف في انبوبت كوليج ان انبوبت كوليج دي بتستخدم في الحصول على الاشعة السينية وان ان انبوبت كوليج دي بتلع منها طيفين لو فاكرين في طيف متصل وفي طيف خطي والطيف الخطي هو الطيف الذي يقابل اطوال موجية محددة تميز العنصر المكون لمادة الهدف في انبوبت كوليج تضخيم وتجبير شدة الدوء بواسطة الانبعاث المستحاس وده خدناه كان تعريف الليزر في اول الفصل كان تعريف الليزر يبقى تضخيم وتجبير شدة الدوء بواسطة الانبعاث المستحاس هو الليزر اخر مصطلح علمي عندي الحالة التي يكون فيها عدد الزرات في مستويات الاصارة العليا اكبر من عددها في المستويات الادنى الحالة التي يكون فيها عدد الزرات في مستويات الاصارة العليا اكبر من عددها في المستويات الادنى وان ده اساس او فكرة عمل الليزر لحالة الاسكان المعكوس ده كان سؤال المصطلح العلمي هنخش في السؤال الثاني وهو بعنوان اختر الإجابة الصحيحة من بين الأكواس رقم واحد تقاسل من قومة نوعية موصل بي النيوتن ولا الفولت ولا أوم في متر عشان نقي صح بشوفي الثلاثة إجابات وكل واحدة بتستخدم فيه النيوتن دي بتستخدم في وحدة قياس القو الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد أو القوة الدفعة الكهربية أوم في متر هو وحدة قياس المقاومة النوعية لو قال لأوم فقط يبدأ وحدة قياس المقاومة الكهربية تاني سؤال من أسئلة الاختيار عندما تقل المسافة بين لوحي مكسف كهربي فإن السعة الكهربية لهذا المكسف تظل سبتة ولا تقل ولا تزداد هنا بيقول لما المسافة بين لوحي المكسف هتقل السعة يحصل لها إيه؟ قلنا من خلال القانون بتاع السعة الكهربية إن في علاقة عكسية ما بين المسافة والسعة الكهربية يبقى إذن لما المسافة تقل على طولة القائب السعة الكهربية عندي هتزداد السؤال اللي بعد كده تكون محصلة كسافة الفيض عند نقطة التعادل أكبر ما يمكن ولا أقل ما يمكن ولا صفر عند نقطة التعادل قلنا دي النقطة اللي بيانعدم فيها المجال الكهربية وطالما إن عدم فيها المجال الكهربية طالما إن فيش مجال الكهربية يبقى السلكي مش هتولد حوالين منه فيد مغناطيسي يبقى إذن كسافة الفيض عند نقطة التعادل تساوي سفر الجهاز المستخدم لمعرفة الحالة الكهربية لجسمه هو الكشاف الكهربية الأميتر الفولتاميتر قلنا الفولتاميتر ده بيصادم في قياس فرق الجهة أو الكوات الدفعة الكهربية الأميتر بيستخدم في قياس شدة الطيار يبقى الإجابة الصحية هو الكشاف الكهربية جميع ما يلي من العوامل التي تتوقف عليها كسافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار سلك مستقيم ما عدا يبقى إذن هو فيه مديني ثلاث عوامل اللي هما طول السلك شد طيار بعد النقطة عن السلك قال لك دول في منهم العوامل أتوقف عليها كسافة الفيض عند نقطة بجوار سلك مستقيم ما عدا فيه واحدة مش من العوامل اللي هي طول السلك عند توصيل عدة مقاومات متمثل عددها N وقيمة كل منها R على التوازي فإن المقاومة الكلية تكون خلي بالي هنا مطلوب على التوالي ولا على التوازي هنا على التوازي طب إيه الإجابات R N في R ولا R على N طالما أن على التوازي بالإجابة بتاعتي R على N واحدة كاس كسافة الفيض المغناطيسي قلنا من شوها في المصطلح أنه عندي حاجة اسمها كسافة الفيض المغناطيسي وفي حاجة عندي اسمها الفيض المغناطيسي واحدة كاس الفيض المغناطيسي أو كسافة الفيض المغناطيسي هل هي الويبر ولا الويبر لكل متر ولا الويبر لكل متر مربع اللي جابة صحيحها ويبر لكل متر مربع الويبر دي بتاعت ايه الويبر دي وحدة قياس الفيد المغناطيسي عند توصيل عدة مكاسفات على التوازي تكون الساعة الكلية لهم تساوي ساعة احدهم تساوي مجموع ساعتهم اقل من ساعة احدهم هنا عايز توصيل عدة مكاسفات على التوازي القانون بيقول سي بتساوي سي وان زائد سي تو زائد سي سري يبقى اذا هي تساوي مجموع ساعتهم مقاومتان كهربيتان لهم نفس القيمة عند توصيلهم على التوازي كانت المقاومة المكافأة لهم التسعة فان قيمة كل مقاومة تساوي هنا قلنا التوصيل على التوازي طالما ان هي توصيل على التوازي وهما مقاومتين قلنا لو كانوا توالي هنجمع تسعة زائد تسعة يبقى مقاومتين كهربيتان لهم نفس القيمة عند توصيلهم على التوازي كانت المقاومة المكافأة لهم تسعة فان قيمة كل مقاومة كذا قلنا ده المقاومة المكافأة بتسعة لو كانوا على التوازي على التوالي يبقى الاتنين قد بعد يبقى كل واحدة اربعة ونص لكن على التوازي الاجابة ايه واحد او تمنتاشا الاجابة تمنتاشا قلنا جات منين قلنا ان القار او القيمة او المقاومة المكافأة في حالة توصيلها على التوازي حاصل ضرب المقاومتين على مجموعهم فهنلاقيها ان هي بتساوي هنضرب المقاومتين ونقسمها على مجموعهم هيطلع عندي الناتج بـ 18 عند توصيل عدة مقاومات على التوازي في دائرة كهربية فان شدة الطيار الكهرباء لما اجا وصل عدة مقاومات على التوازي قلنا في توصيل مقاومات على التوازي بنحصل على مقاومة مكافأة صغيرة يبقى اذا المقاومة هتقل لما وصل مقاومات على التوازي يبقى اذا شدة الطيار هتزداد لان تابعا لقانون قوم اللي هو بقول فيه بتساوي الـ I في الـ R ان شدة الطيار والمقاومة بينهم تناسب عكسي يبقى اذا لما المقاومة هتقل شدة الطيار هتزداد عند تطعيم بلورة السيليكون بالزرنيخ تسمى البلورة يبقى انا عندي بلورة سيليكون وهطعمها بالزرنيخ هل هتسمى البلورة عندي بلورة سلبة ولا بلورة مقابة ولا بلورة الجيرمانيوم ان بلورة الجيرمانيوم لو كنتنا مستخدم الجيرمانيوم في التركيب بتاعلك ما فيش جيرمانيوم بديل لا تصل ان عندي بلورة سلبة او بلورة مقابة ان البلورة عندي هي سيليكون يا اما هتطعمه بزرنيخ او جاليوم ان لو جاليوم انها تسمى بلورة مقابة لكن المجا طعم السيليكون بالزرنيخة تسمى بلورة سلبة السؤال اللي بعد كده تتميز اشعة الليزر بالشدة وهذا يعني ان فوتوناتها متربطة ولا تخضع لقانون التربية العكسي ولا زاد طول موجي واحدة ان متربطة ده لانها بتتطفق في الطور عندي لا تخضع لقانون التربية العكسي فبناء عليه تتميز بالشدة السابتة ان شدة الليزر بتبقى سابتة لانها لا تخضع لقانون التربية العكسي امال زاد طول موجي واحد ده بيديها ايه الميزة بتاعتها او الخاصية بتاعتها زاد طول موجي واحد عشان كده بتتميز اشعة الليزر بالنقاء الطيفي اول من اثبت ان معظم الزرة فراغ هو العالم تومسون رازر فورد بور هو العالم رازر فورد تستخدم الاشعة السينية في دراسة التركيب البلوري للمواد لقدراتها على الانعكاس الحيود النفاذ تستخدم اشعة السينية في دراسة تركيب البلوري قلنا لان من خصائص الاشعة السينية انها تحيد في البلورات يبقى اذا هي القدرة على الحيود السؤال اللي بعد كده الفولت يكافئ كلوم لكل ثانية ولا كلوم لكل فولت ولا جول لكل كلوم كلوم لكل ثانية يعني شوحنا بالنسبة للزمن دي بتاعة الشد طيار اللي هي تكافئ الانبير كلوم لكل فولت اللي هي شحنة على جهد اللي هي السعة الكهربية اللي هي الكلوم لكل فولت دي تكافئ الفراد يبقى الاجابة الصحيحة اللي عندي جول لكل كلوم لان احنا قلنا الفولت هو الشغل المبزول لنقل شحنة كهربية مقدرها واحد كلوم يبقى اذا هو شغل اللي هو الجول على الشحنة اللي هي الكلوم يبقى جول لكل كلوم يبقى اذا الفولت يقافئ جول لكل كلوم خطوط الفيد المناطيسي داخل ملف حلزوني تكون دائرية عمودية على محوره ولا موازية لمحوره خطوط الفيد المناطيسي داخل ملف حلزوني قلنا نخلبنا ان خطوط الفيد دي في حالة السلك بتختلف عن الملف الدائري عن الملف الحلزوني ولكنها في حالة الملف الحلزوني فهي موازية لمحوره اذا كانت المقاومة النوعية لمادة مواصل عشرة استسالة بخمسة اوم في مت فان حاصل ضربها في التوصلية الكهربية لنفس المادة تساوي لو انا بسيت ان هنا مديك المقاومة النوعية الرو عشرة استسالة بخمسة ولاك لو انا ضربت الرو في السجمة السجمة اللي هي التوصلية الكهربية ان التوصلية الكهربية هي مقلوب المقاومة النوعية يعني مقلوب المقاومة النوعية لان اي رقم 0 بساوي الواحد الصحيح السؤال الثالث قارن بين كل مما يأتي أول مقارنة عندي التوصلية الكهربية والمقاومة النوعية من حيث وحدة قياس كل منهم المقاومة النوعية وحدتها أوم في متر توصلية الكهربية وحدتها أوم السالب واحد في متر السالب واحد مقارنة الثانية قارن بين توصيل مكسفات على التوازي وتوصلها على التوالي من حيث العلاقة المستخدمة لحساب السعة الكلية في حالة التوصيل على التوازي القانوني اللي عندي بيقول سي بتساوي سي وان زاد سي تو زاد زي سي سي سري في حالة التوصيل على التوالي القانوني اللي عندي بيقول واحد على سي سواحد على سي واحد زاد واحد على سي اثنين زاد واحد على سي تلات قارن بين توصيل المكومات على التوالي وتوصيلها على التوازي من حيث الغرض من التوصيل يبقى فيه فرق بين الطلب من العلاقة المستخدمة والغرض من التوصيل الغرض من التوصيل في توصيل المكومات على التوالي الحصول على مكومة كبيرة من مجموعة من المكومات الصغيرة الغرض من التوصيل المقاومات على التوازي العكس الحصول على مكاومة صغيرة من مجموعة من المقاومات الكبيرة قانم بين الأميتر والفولتاميتر من حيث الاستخدام الأميتر بيستخدم في قياس شدة التيار الفولتاميتر بيستخدم في قياس فرق جودة من نوتتين والقوة الدفعة الكهربية لعمود كهرباء الليزر والدول العادي من حيث نوع الانبعاث الليزر الانبعاث المستخدم هو الانبعاث المستحس الدول العادي الانبعاث المستخدم هو الانبعاث التلكمي البوابة نند والبوابة اور من حيث شرط أن يكون الخرج يساوي واحد البوابة نند عندي أنه بيبقى لها مدخلان ومخرج واحد يعني أنها مدخلين ومخرج واحد عشان المخرج يكون بواحد لابد أن تكون قيمة أحد المدخلين على الأقل يساوي سفر يعني لو عندي المدخلين سفر و سفر هتدي واحد لو عندي واحد و سفر هتدي واحد لو سفر واحد برضه هتدي واحد لازم يكون أحد المدخلين على الأقل يساوي سفر العكس في الأور الأور أن لها مدخلين أو أقصر ومخرج واحد طب لكي يكون الخرج بيساوي واحد أعمل إيه؟ لابد أن تكون قيمة أحد المدخلين على الأقل يساوي واحد طب وتقول ليه العكس لأن احنا عندي قلنا الدول المنطقية أو الإلكترنية بنشتغل على كمتين فقط هي السفر والواحد قلنا في بوابة أور لابد أن تكون قيمة أحد المدخلين على الأقال يساوا واحد يعني لو واحد واحد هيديني واحد لو واحد وصفر هيديني واحد لو صفر واحد برضه هيديني واحد مقارنة الأخرى الأجهزة التنظرية والأجهزة الرقمية من حيث الأساس العلم أجهزة التنظرية أو الفكرة العمل بتاعتها والأساس العلمي تتعامل مع الكميات الطبيعية وتحولها لإشارات كهربية متصل لكن الأجهزة الرقمية دي بتتعامل مع كمتين فقط لهم السفر والواحد المقارنة بين بلورة شبه المواصل الغير نقاية والنقاية من حيث التوصيلية الكهربية لكل منهم بلورة شبه المواصل الغير نقاية هي دايما أفضل في التوصيل الكهربية من البلورة النقاية يبقى أكبر توصيلية كهربية من شبه المواصل النقاية شبه المواصل أو بلورة شبه المواصل النقاية في درجة السفر بيبقى عازل سفر مطلق عازلة تماماً في درجة الحرارة العادية فهي رضيئة التوصيل بتزداد درجة التوصيلية الكهربية لها بارتفاع درجة الحرارة المكسف الكهرابي والكشاف الكهرابي من حيث وظيفة كل منهم المكسف الكهرابي قلنا بيستخدم في تخزين الشحنات الكهربية لإستخدامها عند الحاجة إليها الكشاف الكهرابي استخدم في التعرف على الحالة الكهربية لجسم والتعرف على نوع الشحنات الكهربية الموجودة على الجسم التوصيل الأمامي والتوصيل الخلفي للوصلة السنائية من حيث التوصيل الكهربية قلنا الوصلة السنائية بيبقى لها عند توصيلها بالدائرة الكهربية في طريقين توصيل امامي وتوصيل خلفي عايزين نقارب ما بين التوصيل امامي والتوصيل الخلفي من حيث التوصيل الكهرابي لكل منه في حالة التوصيل الامامي التوصيل امامي ده بيسمح بمرور الطيار الكهرابي توصيل الخلفي لا يسمح بمرور الطيار الخلف لانه بيمر نسبة ضئيلة جدا من الالكترونات فتقريبا كأنها لا تسمح بمرور الطيار الكهرباء قارن بين الليزر والدول العادي من حيث النقاء الطيف احنا خدنا من شوية قارننا بين الليزر والدول العادي من حيث نوع الانبعاث هنقارن بين الليزر والدول العادي من حيث النقاء الطيف مصادر الدول العادية دي يحتوي كل خط من خطيط الطيف على مدى كبير من الاطوال الموجود بينما في مصادر الليزر تنتج خطا طيفيا واحدا فقط له مدى ضئيل جدا من الأطوال الموجية عشان كابل عليه دوء أحادي الطول الموجي السؤال الرابع وضح ماذا يحدث في الحالات الأتائية الحالة الأولى اللي عندي إيه اللي هيحصل للكوة بين شحنتين وكهربيتين عندما تقل المسافة بينهما إلى النصف إيه العلاقة اللي تربط ما بين الكوة والمسافة الكوة بين شحنتين والمسافة القانون بيقول F بتساوي K, Q1, Q2 على D تربيع يبقى إذن الكوة بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة يبقى إذن لما المسافة هتقل معايا يبقى إذن الكوة هتزداد بس ألك إنها هتقل المسافة للنصف وإن الكوة تتناسب مع مربع المسافة يبقى إذن الكوة هتزداد أربعة أضعاف ليه؟ لأن قلنا إن الكوة بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الشحنتين حالة تانية إيه اللي هيحصل عند تقريب ساك مشحونة بشحنة سالبة من قرس كشاف كهرابي خالي من الشحنت أنا عندي الكشاف ما فيهوش شحنات وقربت له منه ساك مشحونة بشحنة سالبة هلاقي إن الشحنة دي هتنتقل من خلال الأرس المعدني إلى الساك المعدني إلى الوراقتين الزهبيتين اللي هيحمله نفس نوع الشحنة اللي هي الشحنة السالبة فيحدث بينهما تنافر فتنفرج ورقتين الكشاف الكهرابي حالة تالتة زيادة طول مواصل إلى الضعف مع إنقاس مساحة مقطعه إلى النصف على المكاومة الكهربية للمواصل يبقى إذن أنا عندي مواصل أو سلك هغير فيه حاجتين هزود طوله إلى الضعف وهقل المساحة مقطعه إلى النصف إيه اللي هيحصل في المكاومة الكهربية بتاعتي يبقى كده أنا هعمل حاجتين هيأثرها على المكاومة حاجة حاجة نشوفها إيه اللي هيحصل تزداد قيمة المكاومة الكهربية للسلك ده أربعة ضعاف طب ليه هتزداد أربعة ضعاف أولا زيادة طول المواصل إلى الضعف هيعمل على زيادة المكاومة الكهربية للضعف لأنه بينهما تناسب طرد يبقى إذا زيادة طول للضعف هتخلي المكاومة برضو هتزيد للضعف الحاجة التانية احنا قلنا هيحصل حاجتين الحاجة التانية إنكاس مساحة مقطع المواصل إلى النصف هيعمل على زيادة المكاومة الكهربية للضعف لأنه بينهما تناسب عكسي يبقى هنا زيادة للضعف نتيجة زيادة طول المواصل وزيادة للضعف مرة أخرى نتيجة إنكاس مساحة المكاومة إلى النصف فالإن هي المكاومة هتزداد أربعة ضعاف حالة الرابعة وضعت إبرة مغناطسية أسفل سلك يحمل طيار كهرابي قلت لو أنا وضعت إبرة مغناطسية تحت سلك يحمل طيار كهرابي هلاقي إن الإبرة دية هتنحرف وأنه أو هتتحرك لنتيجة لتولد مجال مغناطيسي حول السلك الذي يمر فيه طيار الكهرابي يبقى تنحرف الإبرة المغناطسية دليلا على تولد مجال مغناطيسي حول السلك الذي يمر فيه طيار الكهرابي حالة أخرى إيه لا هيحصل عند دلك ساك من الزجاج بقطعة من الحرير ساك الزجاج أو قطعة الحرير في البداية هما متعلين الشحنة لما نيجي نعمل دلك لساك الزجاج بقطعة من الحرير أحد المادتين هيفقد والآخر هيكتسب فلا أن ساك الزجاج دو بيفقد إلكترونيات ويصبح موجب الشحنة وقطعة الحرير بتكتسب إلكترونيات وتصبح سالبة الشحن يبقى تنتقل الإلكترونيات من ساك الزجاج إلى قطعة الحرير فتتولد على ساك الزجاج شحنة موجبة وتتولد على قطعة الحرير شحنة سالبة زيادة المسافة بين لوحي المكسف عندما تزداد المسافة بين لوحي المكسف هتقل السعة الكهربية لأن بينهما تناسب عكسيا حالة ليرة aquí إذا الطاقة المختزنة في المكسف عندما تقل سعة المكسف للنصف عندما تقل سعة المكسف للنصف هلاقي برضو الطاقة المختزنة في المكسف هتقل للنصف ليه؟ لأن الطاقة المختزنة في المكسف تتناسب طردية مع ساعة المكسف لأن عند الطاقة المختزنة بتقول ليه بتساوي السي في تربيع يبقى إذن بينهما تناسب طرد عند توصيل عدة مقامات على التوالي على قمة شيد طيار الكهرابي المار في الدائرة يعني إيه اللي هيحصل لما وصل عدة مقامات على التوالي شيد طيار اللي هيمر في الدائرة دي هيحصل لها إيه قلت لما إيجا وصل عدة مقامات على التوالي المكاومة الكلية أو المكاومة المكافئة هتزداد فشيد طيار الكهرابي يقل لأن بينهما تناسب عكس فهكتب إيه؟ هكتب إن شيد طيار الكهرابي تقل قيمته يبقى تقل قيمة شيد طيار الكهرابي المار في الدائرة ليه؟ لأن عند توصيل عدة مكاومات كهربية على التوالي نحصل على مكاومة مكافئة كبيرة شيد طيار الكهرابي تتناسب عكسان مع مكاومة المكافئة النتيجة الكبيرة دي فهيقل شدة الطيار الكهرابي سؤال الخمس وهو المسائل أول مسألة عندي سلك مستقيم يمر به طيار شدته عشرين أمبير وكانت كسافة الفيض المناطيسي عند نقطة بجوار السلك هي 2 في 10 قس سالب 5 تسلا احسب بعد النقطة عن هذا السلك علما بأنه الميو بتساوي 4 باي في 10 قس سالب 7 وبر على أمبير في متر مديني سلك بيمر فيه طيار شدته عشرين أمبير يعني الآي عندي بتساوي عشرين أمبير كسافة الفيض المناطيسي عند نقطة بجوار السلك الكسافة الفيض اللي هي البي بتساوي 2 في 10 قس سالب 5 تسلا عايز بعد النقطة عن السلك اللي هي الدي ومديني الميو 4 باي في 10 قس سالب 7 طيب هنحلها إزاي أولا إيه القانون اللي بشتغل عليه إن البي بتساوي ميو في اي على الدي اتنين باي دي يبقى البي بتساوي ميو في اي على اتنين باي دي طيب هو عايز عندي الاي يبقى اتنين باي في بي دي بتساوي ميو في اي طيب أنا عايز الدي فهاخد الجزء اللي معديه اللي هو اتنين باي بي وودي الناحية التانية يروح في المقام يبقى دي بتساوي ميو في اي على اتنين باي بي طيب نبتدي كده جبنا القانون هنبتدي نعود بالأرقام يبقى دي بتساوي اربعة باي في عشر والسالب سبع اللي هي بتاعت الميو في الاي لوام الدهالي العشرين على اتنين باي في البي اللي هي اتنين فعشرة والسالب خمسة يطلع عندي ان دي بتساوي اتنين من عشرة متر يبقى اذا من بعد النقطة عن السلكة عشان تديني كسافة في المقداره اتنين فعشة والسالب خمسة لما يمر طيور شدته عشرين امبير في السلك البعد ده هيكون اتنين من عشرة متر مسألة التانية سلك يمر بي طيور شدته خمسة امبير وكان فرق الجهد بين طرفيه تلاتين فولت فاذا كان طول السلك ستة متر ومساحة مقطعه اتنين من عشرة سنتيمتر مربع احسب التوصلية الكهربية لمادة هذا السلك الحل عندي الار بتساوي طب انا بدأت بالار هو عايز التوصلية الكهربية ما هي التوصلية الكهربية عشان يجيبها لازم يجيب الار لان التوصلية الكهربية لها السجمة بتساوي ال على ايه طب انا عندي ال ال وعندي ال ايه لكن ما عنديش الار فبجيب الار من خلال قانون اوم لو بيقول ايه الار بتساوي ال v على ال i يعني هتساوي عندي الار بتساوي 30 على 5 هتساوي 6 اوم يبقى انا كده جبت ال R وانا عندي ان السجما بتساوي L على R ايه يبقى اذا جبت ال R اهيب 6 اوم بعد كده اجيب السجما اللي هي التوصلية الكهرباء اللي هي L على R في ايه يبقى اذا السجما عندي هتساوي L اللي هي 6 متر زي ما قال لي في المسألة على ال R اللي هي 6 اللي انا جبتها في 2 من 10 في 10 اوسي سالب 4 اللي هي مساحة المقطع بتاعت السلك هيطلع معايا ان السجما بتساوي 5 في 10 اوسي 4 اوم اوسي سالب 1 في متر اوسي سالب 1 مسألة اللي بعد كده وضعت شحنة كهربية مقدرها 80 كولوم على بعد 20 سنتي من نقطة احسب كل من شدة المجال والجهد الكرابي عند تلك النقطة الكوة المؤسرة على شحنة مقدرها 20 كولوم عند تلك النقطة علما بأن الكي تساوي 9 في 10 اوسي 9 نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع وضعت شحنة كهربية اللي هي الكيوب وهنا عند الكيوب بتساوي 80 كولوم على بعد 20 سنتي اللي هي الدي يعني الدي عندي 20 سنتي وخلي بالي هنا الدي بالسنتي لازم احولها المتر يعني هقسم على 100 يبقى 20 على 100 يعني 2 من 10 احسب كل من شدة المجال اللي هو رمزه اي والجهد الكرابي اللي هو رمزه ادي اول مطلوب او اول مطلوبين في الجزء الاول ثم مطلوب تاني الكوة المؤسرة اللي هي الاف على شحنة اخرى مقدرها 20 كولوم يعني عندك يوتوب 20 كولوم ومديني الكيه اللي هو ثابت كولوم 9 في 10 اوسي 9 نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع هبدأ الاول اجيب المطلوب الاولان اللي هو شدة المجال الكهرابي اللي هو الاي قلنا الاي بتساوي كيه في كيو على دي تربيع طيب انا عندي الكيه ومدهالي في اخر المسألة اللي هي 9 في 10 اوسي 9 الكيو مدهالي في المسألة ادي نفس الحدوطة يبقى انا هعود مباشرة فاقول ان الاي بتساوي 9 في 10 اوسي 9 اللي هي قيمة الكيه في التمانين اللي هي قيمة الكيو على الدي اللي هي اتنين من عشرة تربيع وقلنا اتنين من عشرة ليه لانا هو مدهالي 20 سنتي هقسم على ماته بقى اتنين من عشرة يطلع عندي ان الاي بتساوي 18 في 10 اوسي 12 نيوتن لكل كولوم عايز الفي الفي بتساوي كيه في كيو على دي دي بس من غير تربيع ابتدي عوض بالارقام يبقى الفي بتساوي 9 في 10 اوسي 9 في 80 على اتنين من عشرة فقط ما فيش تربيع يطلع عندي ان الفي بتساوي 36 في 10 اوسي 11 فولت هنا قلت فولت عشان ده جهد فوق قلت نيوتن لكل كولوم او الان لكل سي اللي هي شدة المجال القر هنجيب المطلوب التاني اللي هو القوة هنجيب المطلوب التاني اللي هو القوة عندي اللي هي بتساوي ايه بتساوي كيه كيوان كيو 2 على دي تربيع فاقول لنا 9 في 10 اوسي 9 في 20 في 80 على اتنين من عشرة تربيع المسألة اللي بعد كده مكسفين ساعة كل منهما 6 مايكرو فراد و 12 مايكرو فراد وصلها معا على التوازي مع بطارية القوة الدفعة الكهربية لها 5 فولت احسب كل منه الساعة كلية للمكسفين شحنة المكسف الاول الاول هنجيب الساعة الكليين للمكسفين وده توصيل على التوازي بسي بتساوي سي 1 زي سي 2 يعني السي بتساوي 6 في 10 والسالب 6 زي 12 في 10 والسالب 6 طيب هو مديني في المسألة مكسفين ساعة كل منهما 6 و 12 بس قال لي مايكرو فراد عشان كده ضربت في 10 والسالب 6 عشان احول من مايكرو فراد الى فراد يبقى السي بتساوي السي اللي هي الساعة الكلية 6 في 10 والسالب 6 زي 12 في 10 والسالب 6 هيطلع معي اني سي بتساوي 18 في 10 والسالب 6 فراد دي كانت الساعة الكلية المكسفين المطلوب التاني هو عايز شحنة او الشحنة الكلية الشحنة الكلية اللي هي بتساوي كو بتساوي سي في الفي لكن هو عايز شحنة المكسف الاول يبقى كوان بتساوي سي وان في في وان يبقى اذا لو عايز الشحنة الكلية هضرب السي في الفي لو عايز شحنة المكسف الاول يبقى كوان بتساوي سي وان في في وان لو عايز شحنة المكسف التاني بسي تو في في تو هو عايش شوعة المكسف الاول هو كي وان اللي هتساوي سي وان في في وان يبقى هتساوي بكي وان بتساوي سي وان اللي ها ستة في عشرة والسالب ستة في الفي وان اللي هي بخمسة جات من اين الخمسة هو قال ان القوة دفع الكهربية عندي خمسة فولت وهنا في حالة التوصيل بتاع المكسفات على التوازي بتبقى فرق الجهد سابت فبناء عليه بتبقى الفيلان دايما بشتال عليها بخمسة هيطلع عندي ان شوحنة المكسف الاول هتساوي تلاتين في عشرة وسي سالب ستة كلوم المسألة اللي بعد كده تلات مكاومات قيمة كل منها عشرين وتلاتين وستين قوم على الترتيب احسب المكاومة المكافلة لهم في حالة توصيلهم على التوالي وعلى التوازي يبقى هم ديني تلات مكاومات ار واحد وار اثنين وار تلاتة عشرين وتلاتين وستين كيمة كل منهم عايز المكاومة المكافلة هي الار لما وصلهم مرة على التوالي ومرة على التوازي في حالة التوصيل على التوالي قلنا بنجمعهم مع بعض يعني R بتساوي R1 زائد R2 زائد R3 يعني R عندي هتساوي 20 زائد 30 زائد 60 فالR بتساوي 110 أوم في حالة التوصيل على التوازي كانون بتاعي 1 على R هتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 هشيل كل قيمة من R اللي هي R1 و R2 و R3 وهعوب بكمهم من اللي العشرين والتلاتين والستين يبقى الواحد على R عندي هتساوي 1 على 20 زائد زائد 1 على 30 زائد 1 على 50 أو 60 أسفل يطلع عندي يطلع عندي أن الواحد على R بتساوي 1 على 10 يبقى من هنا R بتساوي 10 أوم يبقى في حالة توصيل الثلاثة المقاومات الأومة العشرين والتلاتين والستين على التوالي يتبقى قيمة المقاومة الكلية في حالة توصيل على التوالي 110 وفي حالة التوصيل على التوازي 10 أوم فقط سؤال السادس بيّن صحة أو خطأ العبارات الآتية مع تسويب الخطأ يتوقف سابت كلوم على نوع الوسط الفاصل بين الشحنتين الإجابة صحيحة يبقى إذن سابت كلوم يتوقف على نوع الوسط الفاصل بين الشحنتين عشان كده حتى بنقول سابت كلوم لو الكيب بتسوي 9 ف10 أو 9 في حالة الهواء أو الفراغ ده في الحالتين دول فقط يبقى إذن هو هيتوقف على حسب نوع الوسط الفاصل بين الشحنتين سؤال التاني تتناسب شدة المجال في نقطة ما تناسبا عكسيا مع مقدار الشحنة افتكر القانون بتاعي شدة المجال اللي هي ال E الشحنة اللي هي ال Q القانون اللي بيربط ما بينهم من ال E بتساوي K في Q على ال D تربيع يعني ال E مع ال Q تناسب طردي وليس عكسي بإذن الإجابة خاطئة والتناسب عندي طردي يسري الطيار الكهرابي خلال الموصل من الكدب الموجب إلى الكدب السالب يبقى يسري الطيار الكهرابي خلال الموصل هو السلك من الكدب الموجب إلى الكدب السالب الإجابة خاطئة وهي أنه بيسري من الكدب السالب إلى الكدب الموجب السؤال اللي بعد كده المقاومة النوعية للمادة خاصية فيزيائية مميزة لهذه المادة الإجابة صحيحة كسافة الفيض المنطيسي الناشئ عن مرور طيار كهرابي في ملف دائري يتناسب طرديا مع عدد لفات الملف أبص على القانون اللي بيربط بين كسافة الفيض المنطيسي مع مرور طيار كهرابي والطيار الكهرابي وقولنا كسافة الفيض ده في ملف دائري يبقى إذن اللي احنا قلنا كسافة الفيض ممكن تبقى في سلك المستقيم ممكن تبقى في ملف دائري ممكن تبقى في ملف حلزوني لازم أجيب القانون بتاع كل منهم أشوف الحالة اللي عندي اللي هي في ملف دائري إن عندي البي بتساوي 100 على 2 في n في i على r هل بقى كسافة الفيض اللي هي البي هتتناسب طرديا مع عدد لفات الملف طب عدد لفات الملف اللي هي رمزها إيه؟ وإن القانون تاني يبقى أنا عايز علاقة بين كسافة الفيض اللي هي البي مع عدد لفات الملف اللي هي الان القانون بيقول إن البي بتساوي 100 على 2 في n في i على r يبقى إذن كسافة الفيض فعلا تتناسب طرديا مع عدد لفات الملف طيب لو جاء اللي غير في السؤال قال لك كسافة الفيض مع نصف كتر الملف لو مع نصف كتر الملف هي بقى اللي جاء بخطيئة لأن كسافة الفيض بتتناسب عكسيا مع نصف كتر الملف طب لو مع المع شد طيار فعلا تناسب طرد يبقى إذن كسافة الفيض اللي هي بتتناسب طرديا مع شد طيار مع عدد لفات الملف ولكن تتناسب عكسيا مع نصف كتر الملف السؤال اللي بعد كده لا يصدر الإلكترون إشعاع تلما كان يتحرك في مستوى الطاقة الخاص به الإجابة صحيحة لأن احنا قلنا عشان يحدث إشعاع أو عشان ينطلق طاقة أو فوتونات لابد الإلكترون بينتقل من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل وأن دي فكرة عمل أو نظرية عمل الليزن نواة الزر عنده بور سليبة الشحنة الإجابة خاطئة نواة الزر عنده بور هي مجابة الشحنة البلورة المجابة مجابة الشحنة البلورة المجابة مجابة الشحنة الإجابة خاطئة إحنا قلنا سواء بلورة مجابة أو بلورة سلبة هي متعدلة الشحنة وما ليه بتسمى بالبلورة المجابة أو البلورة السلبة قلنا دي بتسمى البلورة المجابة لأن حاملات الشحنة فيها هي الفجوات المجابة البلورة السالبة تسمى بلورة سالبة لأن حاملات الشحنة فيها هي الإلكترونات السالبة يبقى قال للبلورة مجابة مجابة شحنة قال للبلورة السالبة سالبة شحنة هتبقى الإجابة خطأ لتنين متعدلين الشحنة ولكن قلنا التسمية نتجه عن حاملات الشحنة في كل منهم الفتون المنبعث في الإشاعة التلقائي احنا بنقول هنا بنوضح الإجابة الصحيحة أو الخطأ مع تصحيح الخطأ الفتون المنبعث في الإشاعة التلقائي له نفس تردد الفتون الذي يسبب الإصارة يبقى الثاني الفتون المنبعث في الإشاعة التلقائي لو أن فيه عندي نوعين من الإشاعة والإمبعاث فيه إمبعاث تلقائي وفيه إمبعاث مستحس الفتون المنبعث في الإمبعاث أو الإشاعة التلقائي له نفس تردد الفتون لسبب الإصارة الإجابة صحيحة لأن الاثنين ببليهم نفس التردد سواء يعني الفتون المنبعث والفتون اللي سبب الإسارة الاثنين سواء في الإنبعاثة القوية والإنبعاثة المستحس ببليهم نفس التردد في حالة التوصيل الأمامي للوصلة السنائية تكون مقاومة الوصلة السنائية لمرور الطيار فيها أقل ما يمكن يبقى أنا عندي هنا الوصلة السنائية هوصلها توصيل أمامي مع أو في الدائرة اللي عندي في الحالة دي هتكون المقاومة أقل ما يمكن قلنا في حالة التوصيل الأمامي بتسمح بمرور الطيار الكهرابي يبقى إذن المقاومة أو المقاومة الكهربية في حالة للوصلة السنائية في حالة توصيل الأمامي بتكون أقل ما يمكن طب في حالة التوصيل الخلفي دي بتبقى اكبر ما يمكن لانها قلنا هي لا تسمح بمرور الطيار الكهرباء السؤال السابع علل لما يأتي اول سؤال تزداد درجة توصيل بلورة الجيرمانيوم او السيليكون بارتفاع درجة الحرارة قلنا نتيجة رتفاع درجة الحرارة بتبتدي تتكسر الروابط اللي موجودة ما بين زرات الجيرمانيوم او السيليكون ولما تيجي تتكسر الروابط بتبتدي تتحرر الالكترونيات ولما تتحرر الالكترونيات احنا بنوان تتحرر اكترونيات يعني الالكترونيات حرة اذا تزداد درجة توصيل البلورة هنقول ان الطاقة الحرارة تعمل على كسر بعض الروابط فتتحرر بعض الالكترونيات السؤال التاني والاخير تغذية انبوبة ليزر الهيليوم نيون بمجال كهرابي عالي التردد ليه انبوبة ليزر الهيليوم نيون بغذيها بمجال كهرابي عالي التردد عشان تعمل على اصارة زرات الهيليوم والنيون لان احنا قلنا بنبتدي لازم ندي طاقة لزرات الهيليوم والنيون عشان يحدث لهم اصارة وهو الاصارة وانهم بينتقلوا من المستوى الارض بتاعهم الى مستويات الطاقة العليا عشان يقدر بعد كده وهم نازلين يبتدوا ينطلق منهم فتونات اللي هي كميات من الطاقة بكده نكون انتهينا من حلقة اليوم من مادة الفيزياء وعلى وعد بلقاء اخر في حلقة قادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته